ندخل في أخبارنا النهاردة بس يعني الحقيقة عندي موضوع أرجو أن يؤخذ بعدل وبجدية بعدل وبجدية أنا باعتبر أن عصر الرئيس السيسي هو عصر الإنصاف للناس اللي أسمقهم لم تذكر بشكل يليق وهو عصر التكريمات وشفنا مشاهد إنسانية كبيرة وعظيمة ورقية لكثير من الذين قرمهم الرئيس السيسي تكريمات عظيمة جدا ومعتقدش أن حد فكر زي ما هذه الدولة في هذا الوقت فكرت في تكريم هذه الأسماء شفنا ضباط جيش شفنا ضباط شرطة شفنا شخصيات عامة شفنا إعلاميين شفنا ممثلين شفنا ناس كتيرة جدا حقيقة دائما تحرس الدولة في السنوات الماضية على التكريم وفي حاجة جديدة كده أنه بنسمي يعني إما منشأة أو شارع أو كبري باسم الشخصية التي نريد أن نكرمها وأنا كنت سعيد لما شفت أنه محمود عبد العزيز فنان الكبير بيطلق اسمه على مكان فنان عادل الإمام على مكان آخر بعض القادر عسكريين الأستاذة المرحومة صفاء حجازي على محطة مترو يعني أمر بشعر بالفخر فيه والسعادة جدا لأنها شخصيات فعلا أثرت في المجتمع المصري وعطت لبلدها كتير ولهم منها كل احترام وتقديم لكن أنا عندي سؤال عشان ما يبقاش في نفسنا حاجة ما أقول نهاش ما المعيار؟ يعني هل هناك لجنة علمية تقييس بين الأطباء أن هذا الطبيب يستحق أن يطلق اسمه على مكان دون طبيب آخر؟ هل هناك لجنة علمية بين المهندسين تقول أن هذا المهندس يستحق أن يطلق اسمه على هذا المبنى دون مهندس آخر؟ هل هناك لجنة علمية تقول أن هذا المحامي يستحق أن يطلق اسمه على مكان ودون أن يطلق اسم محام آخر؟ والسؤال والصحفي هل هناك يعني لجنة لها معيار موضوعي وعلمي يقول أن هذا الصحفي يستحق إطلاق اسمه على هذا المكان دون غيره الحقيقة مش عارف ولو ذكرنا خمس مهن أخبار الخمسين مهنة تانية إيه بقى يعني لو ذكرنا خمس مهن وقلنا هنكرم من الخمس مهن دي ضباط الجيش، ضباط الشرطة، الإعلاميين، الصحفيين، الأطباء، المهندسين حققوا ناس عظيمة طيب البائيين البائيين فلذلك كنت دايما أسأل سؤال إيه هي أهم مهنة في المجتمع؟ يعني إيه هي المهنة الأهمة في المجتمع رئيس الدولة ضابط الأمن الدكتور المهندس عامل النظافة المسعف مين هي المهنة اللي نقدر نقول عليها الأهم في المجتمع؟ في يوم الأيام، وإحنا في فرنسا، قرر عمال النظافة إن هم يعملوا إضراب يوم لتنين عمال النظافة في فريس قرروا يعملوا إضراب عن العمل يوم لتنين ليه يوم لتنين؟ لأن يوم الحد الأسر بتبقى كلها في البيوت، فبيبقى معدل القمامة كبير جداً فهما قرروا إنه اللي أنت بتصحى طبعاً يوم لتنين الصبح قبل ما تروح شغلك بتلاقي كل حاجة إيه، الشوارع النظيفة، والباسكت بتاع الزبالة فاضي، وكل حاجة لكن هم قرروا إنه هم يضربوا يوم لتنين عشان يقولوا للمجتمع الباريسي فائدة عمال النظافة واضطر كتير من المشاهير والمسؤولين في فرنسا إنه هم يعني يشيروا القمامة بأنفسهم وبقت القمامة أمام البيوت وفي الشوارع وطبعاً يوم لتنين كل ساعة كانوا بيصوروا المشهد وتتراكم القمامة كي يعترف هذا المجتمع بمطالب هذه الفئة الهامة جداً في أي مجتمع، وهي فئة إخواننا المحترمين عمال القمامة أنا بسألكوا سؤال حاولوا تفكروا فيه إيه هي أهم مهنة في المجتمع؟ من الذي يفيد المجتمع؟ طيب لو استغنينا عن طبيب الطوارئ اللي هو لو لخدر الله حد فينا حصل حدثة بيبقى أول إيد تساهم وتكون سبباً في إنقاذه طيب سواء الإسعاف اللي هينقلنا في عربية الإسعاف لحد ما نوصل للمستشفى طيب عشان عربية الإسعاف تدور اللازم يبقى فيه مهندس ميكانيكا بيدور العربية دي لأنه ما عندناش عربية الإسعاف مش هنقدر ومش هنعرف نوصل الجريح للمستشفى ولو ما عندناش مهندس IT ما فيش طيارة هتطير ما فيش معاملات البنكية مش هتتم ما فيش حسابك في البنك يبقى منضبط إزاي ولو ما عندناش مهندس اتصالات مش هبقى عندنا شبكات التليفون المحمول ولو ما فيش عندي مدرس مش هنعرف نخرج أجيال تدخل في كل المهن دي إيه هي أهم مهنة في أي مجتمع لذلك سمي مجتمع سمي مجتمع ما فيش مهنة أهم من التانية مهما كانت المهن ما فيش مهنة أهم من التانية زي ما قلت لحضراتكم عمال القمامة لو أرادوا أنهم عمال النظافة لو أرادوا أنهم يدوا رسالة لأي دولة أنهم مهمين جدا ما احترامنا وتقدرنا ليهم طبعا مهمين يقدروا في ساعتين ثلاثة يعني بإضراب بسيط زي ما حصل قلت لحضراتكم في فرنسا ويقول لك أنا موجود أنا مهم وكذلك الأطباء وكذلك المهندسين وكذلك المعلمين فده يخلينا نرجع لموضوعنا أنا أدعو إلى تشكيل لجنة علمية لجنة علمية كبيرة تحق الحق يعني تقول من العلماء لدينا عشرة أسماء نرتبهم وفقا للزمن يعني السبعينات ثم التمانينات ثم التسعينات ثم الألفيات وكذا مثلا يعني أو نقول الحاصلون على الجوائز العلمية الدولية من العلماء يأتوا في المقدمة مثلا برضو الفنانين يكون في لجنة تقول أن الفنان الذي قام بأدوار البطولة في أفلام كثيرة وفي مسلسلات كثيرة يبقى هو أولوية في إطلاق اسمه والحقيقة أنا مش عارف إيه المعيار دلوقتي بس هالاقتراح اللجنة دي مش فيه نوع من أنواع العدل مش فيه نوع من أنواع أنه وانا وانا شايف أبو زميلي أو أبو صاحبي بيتكرم ما أنا كمان نفسي أنا أبويا برضو قدم البلد وبتاعه وببقى شايفه وعايزه عايزه تكرم فهي غيرة محمودة لكن لازم حتى التكريم التكريم اللي أدب ده يا جماعة إرث كبير جدا يعني ثروة عظيمة أنت ممكن تسيب لابنك ملايين بس أن الدولة تكرمك ده موضوع يعني هيبقى مدى الحياة هتتورسه أجيال وراء أجيال ويتقال المبنى ده باسمه فلان الشارع ده باسمه فلان دعونا نخلق معيار لهذه التسميات حتى نعطي الحافز للجميع وحتى نحق الحق والعدل ويبقى كمان فيه نوع من يعني أن الدولة فكراك بناء على اجتهادك المرصود مش بمناسبة أن إحنا افتكرنا فلان ده يعني أنا طبعا ما بعترضش على أي اسم الأسماء أنا عندي خمسين اسم تانين ينفعوا يعني يتحط أسمائهم على محور أو على كبري أو على مبنى بس أنا بس بطلب المهيار بطلب العدالة وأعتقد أن ده حق يعني له وجهته يعني كمان فيه أسماء غريبة في بعض الشوارع وبعض المناطق طب احنا إيه اللي خلينا سكتين على ده يعني أنا مثلا ما أسمع عن منطقة اسمها كعبيش ممكن يكون له بعد قديم جدا أنا متأكد الأجيال اللي موجودة دلوقتي ما تعرفوش أو الطلبية مثلا ممكن يكون كليها معرفش يعني بعد في التسمية على أقل من ستين سنة مثلا طب دلوقتي فين الأمل والنور ومصر والإشراك والسلام والحاجات الحلوة دي يكون بلد صغير اسمها مش عادة ميت إيه وده اسمه كفر إيه وده عزبة إيه لا ما احنا نعيد برضو تسمية كل هذه الأماكن ولو هذا القفر أو هذه العزبة خرجت شخصية كبيرة اتفق أهل العزبة أو أهل القرية أو أهل على على تسميته ونحط معيار برضو نسمي القرية أو القفر باسم الشخصية العظيمة دي المانع من يمنح تسمية بعض الأسماء على المنشآت وأي معيار يتخذ في وضع هذه الأسماء أنا فقط أريد أن أسأل يعني وأتحدث عن هؤلاء الذين عندما ينظرون إلى الشاشات ويجدون زملائهم من المكرمين أو يمشوا في الشوارع يلعوا أسماء الشوارع بقت بأسماء ناس يا أقدم منهم يا كانوا معاهم يا أحدث منهم وأعتقد أنه هو كمان من حقه أنه بلد تكرمه هل سنستجيب إلى هؤلاء هل ستكون هناك لجنة علمية منوطن بها اختيار الأسماء بناء على معيار واضح للجميع أتمنى أني أشوف ده في القريب العاجل لو الكلام دي وجاهها يعني لكي نتعلم